ازايكم يا مواليد برج الثور يارب بتكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج الثور لأول يوم من شهر فبراير 1-2-2022 بالنسبة لك اليوم دا يا ثور هيكون يوم في مفاجآت كتيرك هتحصل وحتى تغيرات انت مش حاببها انها تحصل هتحصل للأسف فللأسف مش هيحدث معاك حاجة انت بتريدها يعني انت بتتمناها لأ هيحصل معاك تغيرات هتفجأة كتير وهتكون انت مش مستعد ليها وهتكون بتريد انك تتغير والرياح هتمشي بتعكسك اكتر يعني كل ما انت تحب انك تمشي مع الطيار الرياح تاني بتعكسك والبرامج اللي هتكون انت بتتعدها او بتنظمها من اليوم او من اليوم القابله مش هيحدث منها اي شي يعني لو كنت بتخطط لأي مشروع لأي خروجة لأي حاجة من مبارح مش هتحصل للأسف يعني مفيش حاجة انت خططت ليها هتتحقق عشان كده بحذرك على صحتك اكتر وحاول انك ما تتحملش بيها اكتر حاول انك تهتم بصحتك وحاول انك ما تحملهاش الفترة دي في المساء ممكن يكون الوضع افضل شوية وبالاخص علشان هتسمع خبر انت هتستسلم لي النهار ده هتكون مستني الخبر ده وهيفرحك داء الوحيد من اليوم ده وخاصة لموليد واحد لعشرة ايار مايو هما الاكتر مزاجية لليوم ده فاخليكم حاضرين اكتر من اليوم ده هتحصل لكم مفاجآت انتو مش تكونوا مستعدين لها بالنسبة ليك مهنية انجز بعض المشاريع اللي هتكون عندك مركونة من فترة بهدوء اكتر وحاول انك تنفتح على انك تعمل بقربة جديدة بين المشاريع يعني تحاول تقرب وجهة نظرك من المشروع ده للمشروع ده علشان تعرف توصل لوجهة واحدة انت هتعرف تمشي فيها وتكمل فيها حاسب مزاجك شوية وحاول انك تحظي نفسك باشخاص منفتحين زيك في الافكار علشان تعرفوا تتناقشوا مع بعض في الافكار ولو في مشكلة انت مش لاقي ليها حل ممكن يساعدوك في كده فحاول انك تحيط نفسك باشخاص شبهك بالنسبة ليك عطفيا هتزاعدك الاجواء اللي هتشعر فيها بقوة كبيرة جدا وهتفيد منك حب وشغف لحبيبك اليوم وهتسمع كلمات حلوة جدا ورومانسية منه فخليك مستعد لاجوائك الرومانسية هتعودك عن بعض المشاكل اللي انت هتحظى بيها في اليوم ده هيكون في رومانسية هتصبرك هتعينك على المشاكل اللي هتحصل هتعينك على الاخبار اللي انت هتسمعها فخليك مستمتع بالرومانسية دي بالنسبة ليك صحيا هتركز اهتماماتك اكتر على صحتك وعلى حتى راحتك الجسدية هتحيول انك تهتم اكتر بيهم وهتهتم اكتر بالرياضة اللي هتكون معتمدة عليك وعلى نظامك الغذائي اللي انت بتتبعه وعلى حياتك السليمة اللي انت دخلت فيها من فترة طويلة فخليك ماشي على نفس الروتين علشان تكسب مش تخسر جسمك جسمك بيساعدك كتير جدا وخلاص تعود على النظام بتاعه فخليك مستمر في النظامك ده بالنسبة ليك يا برج الصور توقعات العشاية الاولى موليد 21 ابريل 1 مايو يجب انك تكون مستعد علشان تغير عاداتك او حتى وجهة نظرك او حتى هدفك اليوم ده هيكون مثالي علشان تخطط لمنزلك او حتى حديقتك اليوم بالنسبة للعشاية التانية موليد 2 مايو ل11 مايو هتشعر بالوحدة قليلا اليوم او حتى هيوساء فهمك لكن عواطفك الاوية غالبا ما هتختفي الوقع ده اقل ظلاما من اللي انت كنت بتعتقد انه عليك كل ما عليك انك تعمله هو انك تفتح عقلك اكتر على مفاهيم اكتر حداسة وديناميكية للحياة بالنسبة للعشاية التالتة موليد 12 مايو لعشرين مايو هتستخدم سحرك للمنورة بمهارة وهتحقق اهدافك وهتسعى للانضمام لدائرة معارف جديدة هتكسب الثقة في قياس نفسك بالاخرين انت هتعبر ببراع عن مواهبك وافكارك وخيالك بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيظهر الاومر الجديد في وقت مبكر اليوم ده في الصباح وهيتحرك في بورج الدرون وهيحفزنا وهيدفعنا اننا نبدأ من جديد مع صداقة او حتى انشطة جماعية او حتى مساعي اجتماعية ومشاريع جماعية علشان نحقق السعادة هتكون تجربة شيء جديد او حتى جهود انسانية جديدة هنكون بنتطلع للمستقبل بروية اكتر وهنكون عندنا رؤية جديدة وهنقوم بمزيد من العصف الزهني والتواصل الاجتماعي اليوم وهيكون وقت ممتاز علشان نشوف فيه قيمة تطور المزيد من الموضوعية وهنكون قليدين من الانفصال هيتوافق القمر الجديد مع زحل وده هيشير لتصميم كائم وحيزم على انه يبدأ من جديد على الرغم من انه ربما يكون فيه هناك بعض التحافظ او حتى الاحساس الاوي بانه شيء هيكون عندنا هيكون فيه مزيد من المسئولية مع بدايتنا الجديدة وهيحصل فيه مع مربع اورانوس من المحتمل انه تكون بعض العناصر اللي مش متوقعة او المتمردة اليوم علشان كده لازم نضع في اعتبارنا اننا ممكن ما نتوفرش عندنا كل المعلومات اللي احنا بنحتاجها علشان نمضي قدما في حياتنا وفيه هيحصل تراجع عطارد حتى الليلة التالتة اليوم ومع ده هيكون من الاسهل اننا نبعد انفسنا عن العداد اللي ممكن طاعقنا في طريقنا بيحدث القمر الفارغ النهاردة في الجانب الاخير للقمر قبل ما يتغير العلامة ويقترن مع زوحل علشان يدخل فيه برج الحود غدا للاربعين فبكده بنكون وسط للاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم ليه